اذكر السادة المشاهدين بكلمة لسيدنا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يقول كان في من قان قبلكم يعني الناس اللي قابلكم كانوا يحافظون على أوقاتهم أشد من محافظتكم على دراهمكم وأموالكم اللي هو أي حد ممكن يعتبر اللأدن الفلوس اللي في جيب دي أهم حاجة معي يقول أن الناس اللي نجحت وحققت أهداف كانت ناس بتحافظ على الوقت أكتر من حفاظها على الفلوس وعلى المال لأن وقتك ده هو اللي ينتج بعد كده الأموال وقتك ده هو اللي يخليك تترقق وقتك ده هو اللي يخليك تعيش وتحقق أهدافك ونجاحك في المجتمع وكان بعض الصالحين يقول والله إني لا أعجب من أحدكم إذا سقط منه درهم يظلوا يكل ممكن يعيط والأميد دايق ويقول إنا لله وإنا إله راجعون ليه سقط منه درهم أو دينار ولكن إذا ذهب وقته لا يتأثر يعني هو إنسان ده لما يذهب الوقت لا يبكي ولا يتأثر ولا يحزن بيتعجب ده يدل على إيه؟ على إن ثقافة المجتمع في تاريخنا العظيم كان أمر ضروري جدا وشائع بينهم وكان الكل بيهتم بمسألة الحفاظ على الوقت والستثمار الوقت